اهلا بكم يا شباب في فيديو جديد من دورة فلاتر طبعا احنا المرة اللي فاتت كل اللي عمل لنا احنا عملنا تريجر بالفعل لي الكوبيت بتاعنا والدنيا اشتغلت بشكل سليم تمام فالنهاردة بان حابب اتكلم عن نقطة بسيطة كده الا وهي استخدامنا لي البلوك بروفايدر لان انا دلوقتي الحد دلوقتي انا دايما باستخدم المالتي بروفايدر معاك بس هل دي الطريقة الوحيدة تعال دلوقتي كده نبص على الاد نوت كيوبيت اللي احنا باستخدمه هو الفكرة ان انا باستخدم البروفايدر هنا ليه انا باستخدم البروفايدر هنا او البروفايدر عشان ابروفايد الاد نوت كيوبيت لكل التطبيق بتاعي يعني حرفيا انا كده دلوقتي بمجرد ما بشغل التطبيق بيتم انشاء الاد نوت كيوبيت وقدر استخدمه مع كل الشاشات ليه مع كل الشاشات لانه هو موجود فوق الماتيريا الاب فده الهدف من انا حطيته في المكان ده يعني خلي بالك انا ما حطيتوش هنا لان انا حاطة هنا. لا خالص. الهدف منه ان انت ممكن تعمل لأكتر من يعني عندك اكتر من ممكن تحطوه في نفس المكان. لكن انا حاطت في المكان ده بالتحديد. يبقى الهدف من كده ان انا عايز اوفره لكل شاشات. طب فلنفترض دلوقتي انا مش عايز اوفره لكل شاشات ده انا عايز اوفره لشاشة واحدة. هل منطق ان انا احطه هنا? لا. طب هل غلط? برضو لا. صح ان انت تحطه هنا مش مشكلة خالص. ومش هيعمل فرق رهيب في الكود بتاعك. تمام? لكن طبعا الافضل مدام انت بالفعل هتستخدم في مكان محدد. خلاص. حطه في المكان ده فقط لغير. يعني تعالى دلوقتي الاول نروح على كده مثلا. واجي على كده. تعالى نعمل من هنا برضو. واقول كلمة عشان انا بعارف انا كده بنشئه ولا بقفله. تمام? نفس الكلام في. وتعالى نخليها هنا كده. ونحط كلمة بلوك. حلوة بي. وتعالى كده نعمل لالتطبيق. ونشوف اللي بيحصل كده. وفي اكسيبشن اصلا اترامى دلوقتي على طول. والاكسيبشن ليه علاقة بهايف ارر. بيقول لي كانوت ريد. وبعد كده النون. وبيقول لي حاجة اسمها ريجستر انا ادابتر. يعني المشكلة ليه علاقة بالرجستر بتاع الادابتر. طبعا خلي بالك المشكلة دي ليها اكتر من سبب. على الاغلب ممكن يكون السبب في ان انت ما عملتش او انشأته بشكل غلط. فبالتالي ممكن يعمل لك المشكلة دي. او ممكن تكون ابسط من كده. يعني غلطة مصيطة زي اللي احنا عاملينها دلوقتي هنا. اه لو تلاحظ انا حاطت الرجستر بعد خلي بالك النقطة دي غلط المفروض يتحطى قبل الابن بوكس. طبعا في معظم بتلاقيه حطاها هو تلقائيا كده. لكن هي لو تحطت بعديها لا غلط. لان انت عارف ان البرمجة عبارة عن مجموعة من الخطوات بيتم تنفيذها بترتيب محدد. لو عكسنا الترتيب ده ممكن تطلع نتيجة غير اللي احنا متوقعنا. طبعا ده اول فيديو تقريبا اتكلمنا عنه في الدورة. اللي هي دورة المبتدئين. فطبعا هنا نفس الكلام يا شباب. انا محتاجة الادابتر بتاعي الاول. وبعد كده استخدمه عشان افتح الاوبن بوكس. ما انت ازاي هتعمل اوبن بوكس لنوت مودل. وانت اسان لسه ما عملتش ريجستر ليه التاب ادابتر بتاعه. خلي بالك المرة الفاتت لما كتبنا الكود ما عملتش ولا مرة ريستارت. فعشان كده الارر ده ما ظهرش. لكن ظهر دلوقتي على طول. تمام او كده. فزي ما انت شايف كده المفروض المشكلة هتتحال فتعال كده نعمل رن. ونبص بقى عشان نشوف البلوك اوبزيرفر بتاعنا. يعني تعالي كده نشوف بعد اللاين ده كده. ولو تلاحظ دلوقتي لما باجه افتح الاد نوت كيوبيت. على طول بيتم انشاء الكيوبيت. لكن بص بقى لما اقفل. بص اللي حصل مفيش حاجة حصلت. مفيش كلوز حصل. ليه مفيش كلوز حصل? لان حالان دلوقتي الكيوبيت موجود فين موجود فيه المكان ده. فهو عمره ما هيتقفل طول ما التطبيق شغال. استحالة ليه بقى? لان هو متوقع ان ممكن شاشات تانية تحتاجه. فبما ان شاشات تانية ممكن تحتاجه يبقى لازم يفضل ايه يفضل شغال. فدي كده مشكلة بسيطة في استهلاك الريسورس. انت كده عندك مستهلكة انت مش محتاجها. فعشان كده لو انت عايز تحسن من الموضوع ده. المفروض الكيوبيت ده يتم استخدامه فقط في المكان اللي انت محتاجه فعلا. طبعا في بعض الاوقات ممكن يحتاجه في اكتر من مكان. فبالتالي لازم يتحط هنا. لكن في اوقات كتير برضو ممكن مايكنش محتاجينه في كل الاماكن بل محتاجينه في مكان واحد بس. زي هنا دلوقتي. يعني تعالى كده نروح على نوز فيو. او تعالى نروح على اللي التعالى نلتقلم كده هذا. ها вот تعالى هنا كده لاستخدم بلوك بروفايدر. هل في بروجبouvertا على طول. تعالى نستخدم الجهازة. يتعالى هنا نقول بروفايدر كده واقول في بتاعي debut بتاعي هستخدم الاد نوت كيوبيت هل كده في اي اختلاف حصل لا خالص ما فيش اي اختلاف نهائي يعني تعال كده نعمل ران ليه التطبيم الاول خالص عشان عايزك تشوف كده اللي بيحصل عندي في يعني عايزك تشوف كده بيحصل ايه مع الكيوبيت ده فبص كده لما افتح ال bottom sheet هتلاقي ان هو قال لي ان هو عمل create لمين للاد نوت كيوبيت حلو قوي بص بقى لما اقفل اعمل لي close لإيه? للأد نود كيوبيت وخلي بالك دي بتتنادل وحديها يعني انت مش محتاج تعمل close للكيوبيت لان الكيوبيت ده عبارة عن stream خلي بالك فده حاجة بتفضل مفتوحة طول ما انت شغال فدل وقت فلنفترض لو انت عندك عشرين كيوبيت مثلا تمام حطيتهم في الماتيريا الاب وانت مش محتاجهم طب انت كده عندك عشرين كيوبيت بيستهلكوا من الريسورسز بدون اي داعي فاهم فعشان كده مهم قوي ان تتحدد هل الكيوبيت ده هيتم استخدامه بالفعل فاكتر من مكان عشان لو هيتم استخدامه في اكتر من مكان فبالفعل ممكن احطه في مكان يسمح ان انا واكسسو للشاشتين دون لكن لو هيتم استخدامه في مكان واحد ثم خلاص احط Verse في المكان ده يعني انا حاليا هل الادنود هستخدمه في مكان تاني? لا انا هستخدمه بس في فخلاص طبا تخليه في فخلاص تروح على وحط لي واحطي الاP blood provider هنا وتحطي الي وخلاص انا مش عايزك تستخدم الحاجة كده وخلاص لانا عايزك فاهم وانت بتستخدمها خليك فاهم ما تستخدمش الحاجة كده وخلاص تمام فدي نقطة مهمة جدا عشان توفر على نفسك ريسورس اللي انت بتستخدمها فبالتالي التطبيق بتاعك يطلع بالكواليتي اعلى من العادي تمام فتعالا هنا نعمل كده كومت للحاجات دي انتعالا نقول هنا طبعا مش لايك كومت كده معبر اكتبه دلوقتي فخلينا نكتب الكومت ده خلاص تعالا بس نكتب دي كده صح ما قلت كده تمام ماشي ونعمل كومت حلوة فزد ما انت شايف ده كده التعديل اللي احنا عملناه يبقى هي نقطة بسيرة جدا بس اتمنى تكون وضحة اعيد لك عليها دلوقتي على السريع عشان اثق ان هي وصلت لك انا دلوقتي اللي ما حب استخدم اي كيوبت فنقطة مهمة جدا احدد المكان اللي انا هستخدمه فيه وبعد كده حطه في اي فنفترض ان انا هستخدمه في الشاشة واحدة خلاص حطه فوق الشاشة دي على طول اهو انا هستخدمه في الباطم شيت فحطيته فوق الباطم شيت على طول تمام نفس الكلام فنفترض ان انا هستخدمه في التطبيق بالكامل فخلاص بروح على الميندو الدارت وبحطه فوق الماتيريال اب طبعا لو هستخدم اكتر من بلوك او كيوبت في المكان ده بطبع استخدم المالتي بروفايدر عشان اعمل ايه اعمل الكزا كيوبت بتوعين فزد ما انت شايف في الموضوع بسيط يعني بس بكده يكون الفيديو انتهى واستناكي الفيديو جاي ان شاء الله ومع السلامة